بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين الله لا إله إلا هو الحي القليل نزل عليك الكتاب بالحق وصدق الما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو الانتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يحوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم 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 الكتاب هم 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 الكتاب وأخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم سيء فيتبعون ما تشابه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تغذيله وما يعلم تغذيله إلا الله وما تقولون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ينذكر إلا أبو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنزل وههاب ربنا إنك جارع الناس بيوم لا غيب فيه إن الله لا يخلق الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وما أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كذبنا لفرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخره الله بغنوبهم والله شزير العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى ذهن ما وبهد المهاد قد كان لكم آية في فئتين فقطا فئة تقاتل في سبيل الله وفقا كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس طب الشعوات من النساء والبدين والقناطير المقنطرة من الذهب من الذهب والفروة والخيل المسومة والأدعام والحرم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حصد المآب قل أولدئكم من خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار والخالدين فيها وأسواد مطهرة ورضوان من الله والله مصير بالعباد الذين يقولون ربنا لنما آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وطنا عبادا ما الصادرين والصادقين والقادثين والمنفقين والمستغفرين بالأكهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والمالكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب الله من بعد ما جاء أهدو العلم بغيا بينهم ومن يقفر بآيات الله فإن الله سريم الحساب فإن أجلت فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتهم فإن أسلموا فقد اهددوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون من بالزين بغير حق ويقتلون الذين يقفرون بالقسط من المات فمجدهم بعذاب أليم أولئك الذين حمثت عمالهم في الدنيا والماخرة وما لهم من ناصرين ألم تروا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى ثم يتولى فريقهم منهم وهم نعبرون ذلك من لهم قادوا لن تمثل اللهم إلا أياما معدولا فغرهم في دينهم ما كانوا يستغون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيتهم لفهم ما كسبت وهنا يظلمون قل الله هم مالك الولك تؤتي الولك من تشاء وتنزع الولك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيلك الخير إن متعنا كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من المجت وتخرج المجت من الحي وتضق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المنون الكافرين أغرياء من دون المكينين ومن يفعل ذلك فليس من أغراه في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تفقوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفسنا عملت من خير محورا وما عملت من سور تودنهم بينها وبينه أهدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله ربوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رفور رحيم قل أطير الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم وموحا وآل إبراهيم وآل عمران عن العالمين ذرية بعضها من بعضه والله سميع عليم إذ قالت امرات عمران ربه إني لمرت لك ما في بطني محورا فتقبل مني إنك أنت السميع العظيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليست ذكر كالأنثى وإني سمنيتها مريم وإني أعلمها بك والغريتها من الشيطان وجين فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها لها كان حسنا وتقبلها سكريا كلما دخل عليها سكريا بحرار وجبع البهار قال قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يعزق من يشاء بغير حساب هنالك بعاجة لي يا ربه قال رب هدل من لدنك بغرية طيبة إنك تسمع الضعاء فنالته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا من كلمة من الله وسيدا وسيدا وحفورا ونبيا من الصالحين قال رب أما يقول لي غلام وقد بلغني الهبر وأتي عاقر قال ذلك الله يوعل ما نشاء قال رب اذع لي آية قال آية فألا تتلن الناس ثناسة أيام إلا ربزا قال رب تكثير وسبح للعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وتهرك واصطفاك على نتاع العالمين يا مريم قمتين ربك واسجدي ومكعي مع الراكعين ذلك للأنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصنون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من حسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس كالمهد وكهله ومن الصالحين قالت رب أن ما يقول لي وله ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قرار أمرهم فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل ورسولا إلى بني الإسرائيل أني قد جرتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيلة الطير فأنفق فيه فأنفق فيه فيقول قيرا بإذن الله وأذر الأسمى والأمر صلاحي الموتى بإذن الله وأذركم بما تقولون وما تذكرون في بيوتكم إن في ذلك ما يتلقوا إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الثورات ولوحلم لكم بهو الذي فقر بعليكم وجرتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فلما أحد عيتا بالنب الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمن بالله آمن بالله واشهد بأننا مصنون عبنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ونقهرك من الذين تطروا وجعلوا الذين اتبعوا فطوف الذين تطروا إلى يوم القيام ثم إليه مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأهمى الذين تطروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأهمى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم يدورهم والله ما يحفظ الظالمين ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحشين إن مثل عذاب الله كمثل آدم خلقه من ترابهم ثم قال له كن فيقوم الحق من ربك فلا تكن من الممتنين فمن حاجة فيه من معلما فقل تعالى من دعو أبناءنا فقل تعالى من دعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعمة الله على الكاذبين إنها لا لهو القصص الحق وها من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم من المصددين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نحرك به شيئا ولا يتخذ بعونا بعو الأربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مصلمون يا أهل الكتاب هم تحاجون في إبرافين وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعطلون ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا مصاليا ولا كذن كان حليفا ولا كذن كان حليفا مسلما وما كان من المشددين إن أولى الناس بإبراهيمن الذين اتبعوا هو هذا النبي والذين آمنوا والله لدي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تقفرون بآيات الله وأنتم تشهرون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطن وتبتمون الحق وتبتمون الحق وأنتم تخلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل عن الذين آمنوا وجه النهار واخروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع عينكم قل إن الهدى هدى الله أن يختار أحدهم مثل ما نعطيكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن من قضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع أمين يختص برحمته من يشاء والرابه القضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تقمنه بطلقاني يؤذه إليه ومنهم من إن تقمنه بدينا للا يؤذه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قاموا ليس علينا في الأم دين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعمرون بلا أن أوزى بعهده واتقى فإن الله الحب المتقين إن الذين يشتعون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا قلاء لهم في الآخرة ولا يكملهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم حذاب أمين وإن منهم لفريقا يلمون أنتهم من الكتاب لتحكموه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعمرون ما كان لبشر من يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للمات كونوا عبادا لي من دون الله ولكن يكونوا ربان الجين ولكن يكونوا ربان الجين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأبرهم أن تتخذ المناشكة والنبيين أربابا فيأبرهم من الكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أقل الله بي فاقل النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتحمل النبي ولتنصرنه قال أقلتم وأقلتم على ذلك المسري قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فلن تولى من ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أثنى من في السمارات والقبر قوعا قوعا وقوها ونليه يرجعون قل آنا ما بالله وما أنزل عليها وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإرحاق ويحقوب والأسداق ويحقوب والأسداق وحادي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحدهم منهم ونحن له مسلمون ومن يبزر غير الإسلام ديلا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله عوما كقربا فإيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القلب الظالمين أولئك جزاؤهم أمن عليهم نحن كالله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخصص عنهم العذاب ولا هم يرضون إن الذين تابوا من بعد ذلك واصلقوا فإن الله أخور رحيم إن الذين كفروا بهد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل تومتهم وأولئك هم الظلام إن الذين تقبلوا وما زوهم قصارا فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا مستلا به أولئك لهم عذاب ألي وما لهم من ناصرين لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حيلا لبني إسرائيل إلا ما أضرم إسرائيل على نفسه على نفسه من قبل أن تنزل الثورة قل فاتوا بالثورات فاتلوها منهم كنتم صادقين فمن افترى عن الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل خلق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشدكين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببثة مباركا وهذا للعالمين فيه آيات بجنا ثم قاب إبراهيم ومن ذق له كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استقاء إليه سليلا ومن تفر فإن الله ضرج عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تذكرون بآيات الله والله شهيد على ما ترمنون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبقونها من آمن تبقونها عوجا وأنتم شهداء ومن الله بغافل عما تذمرون يا أيها الذين آمنوا إن تغيروا فريقا من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب يربوكم بعد إلهكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقال هدي إلى سراطم مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قراته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصدوا بحبل الله جميعا ولا تطرقوا واخذوا نمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نمة بي إخوانا وكنتم على شخصة حفرة من المنارك أنقذتم منها كذلك يغيب الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأبرون بالمعروف ويوهون عن المنكر وأولئك هم المسلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختنفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيعوا وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم تبعط الأباب بما كنتم تفرون وأما الذين بيضوت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الحضر وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضعوكم إلا أمى وإن يقاتلوكم يغلوكم الأدبار ثم لا ينقون غربت عليهم الظلة أين ما تطفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وما أغرب من الله وما أغرب من الله وغربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعترون ليسوا ثواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آماء الليل وهم يسرون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقمنون بالمعروف ويلهون عن المنكر ويلهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يفضوهم الله عليم من المتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أبوابهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب المالهم فيها قالدون مثل ما هنفقوا في هذه الحياة الدنيا كمثل ريحه فيها سسر أصابت سسر أصابت حوت قوم ظلموا أنفسهم فأهلتهم وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يوعمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يحبونهم خبالا ودوا ما عنهتم قد بدت البطار من أخواههم وما تقصي قرورهم أكبر قد بجى مما لكم الآيات إن كنتم تغطلون ها أنتم أولئك حبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نقولهم قالوا آمنا وإذا قالوا أولوا عليهم الأمام لننغيير قل موتوا بغيظكم إن الله عليهم بذات الصدور إن تنسسكم شفرة تسقهم وإن تصدقوا سجئة يفرحوا بها وإن تصدروا وتتقوا لا يغركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن قدرت من أهلك تبغوئ المؤمنين مقاعد من قتال والله سميع وليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشنا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد رصلكم الله ببهر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ قولوا المؤمنين أن يفيهم أن يمدقوا ربكم أن يمدقوا ربكم بثماتة آلاف من الملائكة منزمين بنا إن تصدروا وتتقوا ويأتوكم من صودهم هذا ويأتوكم من صودهم هذا يمدد ربكم بقمسة آلاف من الملائكة بقمسة آلاف من الملائكة المتوهمين وما جعله الله إلا بشمالكم ولتقررن قلوبكم به وما القرر إلا للعند الله العزيز الحكيم ليقطع أقربا من الذين تقروا أو يثبتهم فينقلبوا قائدين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله بصور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا إذا أرآة مضاعفة واتقوا الله لعلكم تطلقون واتقوا النار الذي أعزت للكافرين وأخير الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجرنة عرضها السماوات والعرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء وضوى الراب والكعظمين الغيظ والعافين عن المات والله الحفظ المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أرغموا أنفسهم ذكروا الله فاستوصروا لذبوبهم ومن يوصر النوب إلا الله ولم تسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحكي الأنهار قاربين فيها ونعم أجر العاملين قد ألت من قبلكم سنن المسهر في الأرض فننظروا فننظروا كيف كان عاقبة المكردين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى ولئن كنتم مؤمنين إن ينسفهم قرح فقد مست القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين النات وليعلم الله الذين آمنوا ويدخل منكم سهداء والله لا يحب الله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم كنتم تمنون الموت من قبل أن تنفروا فقد رأيتموه أنتم تنفروا وما محمد إلا عسول قد خلت من قبل برقصر فإما كانوا قتلا وقلبتم على أقابكم ومن ينقلب على أقابيه فلن يغر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يلد ثواب الدنيا نؤسه منها ومن يلد ثواب الآخر نؤسه منها وسنجد الشاكرين وكأتي إن النبي القاتل معه للبيعون كثيرين فما وهموا لما أصابهم في سبيل الله وما أضعفوا وما استثانوا والله حب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفر لنا قلوبنا رب نغفر لنا قلوبنا وإسوافنا في أهلنا وإسوافنا في أهلنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله سواب الدنيا وحسنة وابر آخر والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين تطروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الماصرين سنلقي في قلوب والذين تطروا ورد بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه النار وبالزمس والظالمين ولقل صدقتم الله وعده إن تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنافعتم في الأمر وعصيتم من معل ما أراكم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم خافكم عنهم ليبتليكم ولقد عسى أنكم والله هو قوم على المؤمنين إن تصعدون ونعتنون على أحد والرسول يدعوكم في أخرىكم فأتابعوا غمم من بغمم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغرم لأملة لعاسا يرشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق غم الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل لهم من أبرق الله من الله قل لهم قل لو كنتم في بيوتكم لمرسل ليلة وطب عليهم القتل إلى مواجعهم وليبسني الله ما في صدوركم وليمحيص ما في قلوبكم والله عليمهم بما في الصدور إن الذين تولوا منيكم يوم التقى الجمحان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما فسبوه ولقد أخو الله عنهم إنما الله غطوهم حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإسوالهم إذا غربوا في الأرض أو تانوا قسا أو تانوا عندما ما هاتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصين ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجبعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله ذكشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فرغا قديرا القلب لنصروا من حوله فعقوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمن فإذا عزنت فتوكل عن الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فما غالب لكم وإن يحبلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبيه من يقل ومن يغلو يحذب ما غلل يوم القيامة ثم توفى كل نصر مما كسبت وهم لا يعلمون أفمن اتبع جروا من الله كمن باء بسخط من الله ومعواه جهنم ومكث المصير هم درجات عهم من الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين يبعث فيهم رسولا من أنفسهم يدلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل نفي ونار مبين أولا ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلوا أما هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوما تقل جمعاك بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو جزعوا قالوا لو لا أعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأصواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يفتنون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أضعوا لا ما قتلوا قل خلقوا عنهم فسقوا الموتن من كنتم صادقين ولا تحسن من الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء من عند ربه يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضره ويستبشرون بالذين لن يلحقوا بهم من خلفهم ألا قوصوا عليهم وما هم يحزنون يستبشرون بهمة من الله وقومه وأما الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين افتجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسدنا الله وهم الوكيل سنطلعوا بهمة من الله وقضل لم يمسكهم سوء واتبعوا لرواب الله والله فو قضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يعزنك الذين يسالعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسنن الذين كفروا أن ما ذلي لهم خير لأنفسهم إنما هذلي لهم ليسلاموا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليضروا المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمينز القبيل من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله برسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحتبن الذين يبقلون بما آتاهم الله من قوله بما آتاهم الله من قوله هو خيرا لهم بل هو شعر لهم فيقوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبيل لقد سنع الله قول الذين قالوا إما الله فطير ونحن أرنياء سنكتب ما قالوا وقبلهم الأنبياء بغير حقه ونقول له أذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأما الله ليس بغلاب للعبيد الذين قالوا إن الله أهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد قذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والسبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توصون أدوركم يوم القيامة فمن سحجح عن المار وأدخل الجنة فقلقا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لجب لهم في أموالكم وأنفسكم ولتنعهم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أحبطوا أبا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من حسب الأمور وإذ أخذ الله مي فاق الذين أوتوا الكتاب لتبجلنه للناس ولا تبتمونه فنذرواه وراغونه واشتروا به ثمنا قليلا فمثل ما يشترون لا تحتبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتبنهم بمفافة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين ينكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فطنا عذاب النار ربنا إنك من تدخي النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا فنعنا ناجيا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم سآمنا ربنا صغف لنا ظنوبنا وكفر عما سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تفسنا يوم القيامة إنك لا تطنف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أغير ومن عامل منكم من ذكر أو أنسا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخلدوا من ذيانهم وأغضوا في سبيلي وأغضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرهم عنهم سيئاتهم لأكفرهم عنهم سيئاتهم ولعدخننهم جنات ولعدخننهم جنات تجدي من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لأكفرهم لا يغضوا هم تتقلوا الذين كفروا في البلاد متاع وقليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها قالدين فيها وصلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قريلا هناك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سنيع الحساب يا أيها الذين آمنوا استروا وصامروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون